انت تعلم انه جماهير النادي الاهلي لنا واحد منهم وحضرتك واحد منهم بنعشق حاجة اسمها علي معلول والكل في انتظار قصة علي معلول لو جبت لعيب اجنبي مكره اخاك الا بطل الا اذا قدرت تبيه حد من اللي مالوش يعني مكانة اساسية الكلام بيتقال علي هيرجع ولا لأ هتجيب لعيب اجنبي ولا لأ هل من الممكن انه حد من اللاعبين الاجانب في الفريق يمشي ويعود علي معلول للفريق الاجابة دي بدري بدري ولا صعبة لا بدري مش فيش صعبة احنا دايما عندنا حلول وحطين بدايل احنا في انتظار علي لان علي قيمة كبيرة جدا عندنا ومكانة ونتمنى انه يفضل في النادي الاهلي مايرجعش تودس بعد اما يقول انا استكفيت كرة نتمنى انه يفضل لانه حيفيد النادي الاهلي معانا انه هو كادر وده واحد من الكبار في النادي حتى هو مصاب تتكلم ما بعد الاعتزال انت شايف انه علي حيبقى كادر في النادي الاهلي كمان طبعا على فكرة علي هو مصاب ليه دور معانا في قط اللبس ده واحد من الكبار هو وشداوي ورامي وسولية دول المسيطرين وانت عارف دايما على مدار وده من الحاجات اللي بنحافظ عليها على مدار تاريخ النادي الاهلي انه بيبقى فيه كبار طبعا سواء الستة كبار تمانية كبار اربعة كبار لازم يبقوا موجودين في الاتيم لان دول بيساعدوا الجهاز الفني بيساعدوا كولر فيه ضبط اقاع وتهيئة مناخ هل من الممكن ان انا الاقي مثلا من يناير علي معلول لعب في احد الاندية العربية الدورات العربية ثم يعود اليك من بداية الموسم الجديد انت سابق قوي دي الاجابة انت سابق قوي في السؤال ان انت لسه علي في برحلة تأهيل طب تتكلم في شهر يعني على خمستاشر حداشر وعلى ما يرجع الملعب تتكلم في كمان شهر تبقى دخلت في يناير اللي هو موعد القد الجديد خلاص يبقى اذا كله متاح كل الترابيزة كل الحلول موجودة انتوا عزين تعملوا اي حاجة العالي طبعا كل حاجة علي بالنسبة للنادي وقيمة وبالنسبة للجمايير وبالنسبة لنا احنا يعني اتكلم مع مجلس الادارة اللي هم يعني مفوضين كابتن خطيف في ادارة الكور اتكلم معهم على علي معلول هتلاقي علي ده بالنسبة لنا داخل داخل مش بس افتكر اليوم اللي لبس فيه شرط الكابتن اه طبعا شوف كان جمهور عامل ازاي هو نفسه كان احساسه بانه بقى كابتن النادي الالي فلا علي علي حالة استثنائية